السلام عليكم و مرحبا بكم في عنا الطبخ الليلة ان شاء الله اليوم في هذا الفيديو سنعظم لكم طريقة تحضير قراتين بالبطاطا و صدر ديال لادان تنزول عن طالب بعض الأخوات تطلبوها مني و سنبدأ أول حاجة بالحشوة التي سنحشي بها هذه البطاطا اول حاجة عندي هنا بصلاة منتوسط 11 رائح عندي فصوصة تومة حتى هي مقطع طريفات صغيرين هنا عندي صدر ديالالداند او ديكرومي تعريبا نصف كيلو ممكن انتم تستعملوا على حسب عدد الأشخاص اللي كانوا في العائلة هنا عندي فلفلات واحدة خضرة واحدة حمراء ممكن تستعملوا غير لون واحد اللي كان متوفر عندكم و سنحتاج في هذه الحشوة كذلك عندي اللي بزار هو الفلفل الأسود الملح وزيد الزيتون سوف نحشي بهم سوف ندوز البطاطا سنحتاج هنا انا قدرت كيلو تقريبا كيلو ونص ديال البطاطا سلعتهم على الملحة بعد ما احشرتهم عندي كذلك كاس صغير ديالالحليب و خمسات الفرماجات او جبن متلت اما بالنسبة للبشاميل سوف نحتاج نسقطره ديالالحليب جوج مع العكبار ديالالطقع جوج مع العكبار ديالالزبدة واخر حاجة سوف نحتاج فاتقراتا و الفرماج مبشور او محكوك و هذا سوف ندوز على بركتي الله من دوف التحضير ديالالوصفة انا قدرت معلنا شعلت عليها العافية العافية تكون متوسطة سوف نضيف زيت الزيتون سوف نلوح عليها التومة و البصلة سوف نأخذ عود لكي نحرك لكي نحرك سوف نضيف ملحة الملحة تبقى عليها حسب الضوء ولكن نضيف بحسب عطاء ديالالداند و الفلفلة سوف نضيف الفلفل اسود او البزار انا هنا قدرت كمية كثير في هذا القراتا وممكن انتم تضيف الكمية اللي كتحتاجوها ونضيف الضوء سوف نضيف قدرت كمية ونرجع نكمل معكم سوف نضيف عطاء ديالالداند او الدكرومي كيف كان عرفوا ان عطاء الدكرومي لا تستخدم طياب بثاف يعني توجد عطاء و تقريبا يعني ساعة لاروكة كلها موجودة سوف نضيف الفلفلة سوف نضيف من الممكن احسن تضيف في مقلة كبيرة ونضيف 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 كالطبع لخطر الفلفلة وكالدبل وكذلك اعطاء ديالالداند ممكن تستعملوا كذلك كفتا ممكن تستعملوا صدر الدجاج اي حجم توفراندكم ممكن تستعملوها بطاطا سوف نضيف بطاطا ونضيف ونضيف البطاطا سوف نضيف البطاطا كيف قلت لكم سوف نأخذ هنا تقريبا عندي كيلونس البطاطا سوف نضيف صغير الحليب وممكن كذلك تستعملوا معه غورت مصوز او عشدة طرية سوف نستعمل خمسات العطاء الجبن المثلت سوف نضيف الملحة الملحة اصلا سلعت البطاطا مع الملحة لا تضيف غير شوية او لا تضيف البطاطا لما تضيف الملحة سوف نضيف الفلفل السود البزار اخذ فرشتة او الالة الملحة ونضيف بطاطا اخذت الاناء الذي سوف نضيف القراطا الذي يدخل الفران سوف نضيف نصف الملحة الملحة من بعد مع كتبتها سوف نصف الملحة جيدة سوف نصف نصف الملحة جدا من الملحة سوف نقوم بتحديد الفلفل سوف نقوم بتحديد الفلفل بالنسبة للقراطان كجيل ديدة ونقوم بتحديد الفلفل أو بطريقة مختلفة أو بطريقة مختلفة تجد هذه الجزوان ومفيدة سوف نقوم بتحديد الفلفل سوف نقوم بتحديد الفلفل سوف نقوم بتحديد الفلفل سوف نقوم بتحديد الفلفل سوف نسترحلها بشكل متساوي ثم سوف نقوم بتحديد الفلفل سوف نضع المنزل الضبدة سوف نجد الدب لابد الحديث لابد الحديث وجد الحديث لابد الحديث حيث انتها صغير لان ما تحرق بطريقة مكتب courbe يجب سوف نضيف سوف نضيف طعق جوج مع الأكبار و سوف نخلط اما بالنسبة للحليب سوف نحتاج نص اترو في هذه المعادرة ولكن سوف نضيف قليلا و نخلط هناك الكثير من الأخوات التي تقول لكم لا تستعش لنا بشامل سوف تضيف الحليب مرة واحدة و الأجينة تتولي لكم بحلح و بيبات سوف تجمع لكم بها الطريقة كيف سوف ترون معي سوف تجمع و تحركوها و تدوب في الحليب سوف نضيف الحليب بشوية بشوية في نفس الوقت نحرك لا أحتاجني أن أخفل عليها نهائيا أحتاجني أن أحرك فيها بثاف سوف نضيف حليب ملحة ثم بعد ما أكملت الحليب كامل سوف نضيف قليلا الملحة قريبا واحد مع القصغيرة قليلا الفلفل الأسود أو البزار يزيد على جوزة سوف تجمع لها سوف تخطي المضاء المغاير لبيشاميل سوف تجمع بيوزة ولكن بما أنه بزاف سوف يتخطي قليلا قوزة حرام حرام سوف يبقى لن أتعاد اليها كيف تشوفوا معي سوف نطفع اليها تجيب حلها قطع هادي ناخد نقراطا لوجة طابل نقراطا قليلا من فوق الدجاج الكمية الكثيرة هي التي نجعلها الاخير سوف نوزعها واحد سوف نزيد الطبعة الاخيرة هذه القطاطة التي بقعت لي سوف نحاول حتى هي نصرحها فوق هاد الحشوة سوف نقراطا بشامين سوف نقراطا من الفوق سوف نقراطا سوف نقراطا من الفوق سوف نقراطا من الفوق نقراطا سوف نقراطا من الفوق لكي يأتي باين و يجب الشكل و حتى الماضي لا يتغير سوف ندخلها الفران الدرجات في الأن درجة الحرارة 180 درجة سوف نقراطاتك وتراضحها من الفوق سوف نأخذ الفرماج حمر و نسرحه في القراطان و ندخل الفران و نشأل إليه غير من القراطان لكي يتحمر لوجهه سوف نخرجه هذه القراطان مبعد مما وجدت كيف تشاهدون شكلها يجي محمر و كذلك المدع ديالها يجي بنين بزاف و نتمنى أنكم تجربوا و رضعوا لي الخبار في التعليقات و بصحة و الراحة لا تنسوا أن تشاركوا في القناة و تضغطوا على الجرس لكي يوصلكم الجديد و نخرجوا فيديو جديد و سلام عليكم